اشتركوا في القناة مثل الذكاء الاصطناعي مثل انترنت الاشياء مثل البيانات الضخمة الحوسب السحابية لتحقيق هذه الاهداف والتكامل بين هذه التقنيات في هذا السياق طبعا تبرز دول ومدن عديدة كقادة في هذا المجال مستفيدة من التقنيات لتعزيز التنمية الحضارية ورفاه الاجتماعي عند البحث حول القادة من الدول في مجال المدن الذكية نجد ان سنغافورة تعتبر رائدة عالميا في مجال المدن الذكية طبعا بفضل استثماراتها الرخمة في التقنية والرقمنة والبنية التحتية الذكية وتستخدم طبعا سنغافورة للتقنيات متطورة لإدارة النقل والمياه والطاقة والنفايات كل هذه تشكل بناء تحتية رقمية متقدمة كذلك أمستردام هولندا تعتبر من رواد البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء لتحسين الحياة العامة بين الناس من خلال مبادرات مثل في مبادرة اسمها أمستردام الذكية التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتقديم الخدمات الذكية في داخل المدينة كذلك برشلونة في إسبانيا تعد أيضا من المدن الذكية التي تستخدم التقنية لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية مثل أنظمة النقل الذكية وإدارة النفويات المتقدمة كذلك كوبنهاجن في الدنمارك تستخدم أيضا التقنيات لأن تصبح خالية من الكاربون في عام 2025 طبعا عندنا البحث عن المدن الذكية في الوطن العربي نجد أن الإمارات العربية المتحدة وبالخصوص دبي تعتبر مدينة ذكية بل تصبح إلى أن تصبح رائدة في مجال المدن الذكية حول العالم لديها مجموعة من المبادرات الطموحة التي تشمل إدارة الحركة المرورية مثلا الخدمات الحكومية كذلك تعتبر خدمات ذكية البنية التحتية المتطورة الاتصالات استخدام البيانات الضخمة لتحسين الخدمات العامة طبعا دبي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أذكى مدن العالم عبر تطوير تطبيقات وخدمات تسهل على السكان والزوار الوصول إلى الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم أيضا المملكة العربية السعودية الآن تعمل في مشروع ضخم وكبير في مدينة اسمها أو في مشروع اسمه مشروع نيوم هو مشروع لبناء مدينة ذكية مستدامة في شمال غرب المملكة العربية السعودية تتميز بالاعتماد على الطاقة المتجددة وكذلك التقنيات المتقدمة مثل النقل الذكي وكذلك الرعاية الصحية الذكية التكامل بين التكنولوجيا والطبيعة لتحقيق نموذج مستدام للعيش أيضا نظام النقل الذكي في نيوم يتضمن استخدام السيارات ذاتية القيادة وكذلك وسائل النقل العامة الكهربائية التي تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة مشروع لو سير في قطر أيضا يعتبر هذه المدينة تعتبر مدينة ذكية مصممة لأن تكون ضمن المدن الذكية حول العالم لأنها تضم تقنيات متقدمة لإدارة الموارد الطبيعية النقل الذكي البنية التحتية المستدامة طبعا لو سير تظهر التزام قطر بالاستدامة والابتكار في تطوير المدن كذلك إدارة النفايات الذكية في هذه المدينة عبر تطبيق تقنيات متطورة لفرز وإعادة تدوير النفايات وتحسين كفاءة جمع هذه النفايات وكذلك معالجتها أيضا من المشاريع الرائعة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر عبارة عن مشروع ضخم يهدف إلى أنشاء مدينة ذكية تستخدم التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية كذلك النقل وإدارة الموارد هذه العاصمة طبعا العاصمة الجديدة تعد نموذجا للتخطيط العمراني الحديث وكذلك الاستدامة وتشمل مدينة أيضا شبكات اتصال متقدمة ونظام للري الذكي وكذلك تقنيات للمباني الذكية طبعا كما في كل حلقة نذكر أن هناك تحديات لما نذكر تقنية جديدة هناك تحديات وكذلك توجد فرص فمن التحديات في المدن الذكية الأمن السايبراني الخصوصية التكاليف العالية لاستخدام هذه التقنيات ومع ذلك توفر هذه المدن فرصا هائلة لتحسين الحياة اليومية تحسين جودة الحياة من خلال تقليل الإزدحام طبعا تحسين جودة الهواء الذي نستنشقه زيارة الوصول إلى الخدمات العامة من الدراسات العلمية حقيقة الرائعة نذكرها في هذه الحلقة في تراسة وردت في مجلة اسمها Sustainable Cities and Society تقول أن التطبيقات المدن الذكية تقلل من استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تصل إلى 58% نعم فحقيقة الكثير من الدراسات العلمية تشير إلى أن المدن الذكية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل استهلاك الموارد والإنبعاثات الضارة طبعا المستقبل يحمل وعودا كبيرة للمدن الذكية مع تقدم التقنية كل يوم نرى هناك تطبيقات ونرى هناك أجهزة ومجموعة من المستشعرات والخدمات تجعل هذه المدن حلول متطورة ومبتكرة للتحديات العالمية مما طبعا يفتح أفاقا جديدة لتحسين جودة الحياة في العقود القادمة في الختام نقول أن المدن الذكية تقدم نموذجا للمستقبل التي تجمع بين التكنولوجيا والابتكار وكذلك التنمية المستدامة هذه جميعها المحاور تسير جنبا إلى جنب لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية للجميع لو كان لديك أي تعليق أو ملاحظة أو مبادرة أو مشروع ممكن أن تذكرها في التعليقات حتى نستفيد منها في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة